خلت عمليات تحرير الموسى الإسبوعها الثاني بوتيرة متسارعة حيث تحرز القوات العراقية تقدماً سريعاً وملحوظاً في أكثر من محور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد في مؤتمره الصحفي الإسبوعي الذي عقده في القصر الحكومي ببغداد أن العملية دخلت مراحل متقدمة من التحرير مبيناً أن الاستراتيجية المستقبلية في المناطق المحررة هي إخراج الجيش من المدن ودعم التعايش المجتمعي مشيداً بالموقف الوطني الموحد لكل العراقيين في قتال داعش الإرهابي ضد التدخل التركي في الشؤون العراقية المتحرير الموسى والانتصارات التي تحققها قواتنا بصراحة انتخلنا إلى مرحلة متقدمة في تقرب من مدينة الموسى كثير من القرى تم تحريرها وأصور الأطراق افتهموا رسالة الشيء الأقوى في المعادلة هو الموقف الموحد الوطني العراقي أنا لا أحيي بصراحة كان موقف وطني موحد البعض حاول يخرقه بس ما أثر على الجانب الأساسي اللي هو الموقف الوطني الموحد أيضاً على الأرض لما العراقيين كلهم ديقاتهم على الأرض صوية في زياق متصل أعلنت خلية الإعلام الحربي عن تحرير قرية الزاوية تابعة لناحية القيارة جنوب الموسى وأكدت في بيان لها أن قطعات الفرق الخامس عشر تمكنت من تحرير قرية الزاوية ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها مضيفة أن القوات الأمنية كبدت الإرهابيين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الآن يجري التفتيش عن أنفاق أو بعض الدواعش المختفين هنا وهنا إن شاء الله الأمور انتهت وأزدن الستار على هذه المرحلة تقدم الجيش العراقي واقترابه من تحرير محافظة الموسى الأكبر وأخر معقل رئيسي لتنظيم داعش الإرهابي في العراق يسرع من وطيرة انهيار التنظيم في المنطقة ويدعه وجها لوجه مع مصيره المحتوم